بعد أن درسنا أعزائي في الفيديو السابق أراء المدرسة التجربية التي اعتبرت أن المرحلة الأهم في دراسة أي ظاهرة طبيعية هي مرحلة التجربة سوف نقوم اليوم بدراسة النقد الذي تعرضت له هذه المدرسة ولكن أولا دعونا نتذكر بعضا مما قاله التجربية فالمدرسة التجربية إذن وباختصار حدثتنا عن مرحلة التجربة أو مرحلة الملاحظة التي هي أول المراحل التي يعتمدها المنهج الاختباري المعتمد في كل العلوم الطبيعية ويقول التجربيون أن الملاحظة يجب أن تكون ملاحظة غير عادية وسموها بالملاحظة العلمية فإن لم تكن الملاحظة علمية معتمدة على الحواس وأدوات المراقبة لا يمكن أن نصل بالتالي إلى حقيقة علمية أكيدة ومنطقية وأيضا ركز التجربيون كما رأينا على ضرورة التخلي عن كل المعارف المسبقة معتبرين أن كل معرفة مسبقة إن لم نتأكد من صحتها بالطرق العلمية وبالتدقيق فيها ممكن أن تكون خاطئة هذه الأراء أي أراء المدرسة التجربية تعرضت للنقد فهذه الدعوة الملحة إلى ضرورة التخلص من كل المعارف المسبقة هل هي برأيكم منطقية؟ وهل كل المعارف المسبقة هي مضرة ومضللة؟ وألا يمكن أن يكون هناك ما هو مفيد منها؟ فثقافتنا وشخصيتنا جزء كبير منها يعتمد على تلك المعارف المسبقة فهل يمكن التخلص منها بكل بساطة؟ ثم السؤال المهم الذي طرح على أصحاب الرأي التجريبي والمتعلق بالأطفال الذين لا يملكون معارف مسبقة هو لماذا لا يتمكن الأطفال الذين لا يملكون أفكاراً مسبقة من القيام بملاحظات علمية؟ في هذا السؤال إذن دلالة على أن المعارف المسبقة مهمة ومساعدة للعالم للوصول إلى ملاحظة علمية فهذه المعارف هي ثقافته وشخصيته وهي التي تكون قدراته وخبراته العلمية أما في موضوع الطريقة في ملاحظة الظواهر الطبيعية التي تحدث عنها التجريبيون وهي تسجيل الملاحظات على جداول ومقارنتها ومن ثم تعميمها على الظواهر المشابهة فالسؤال في هذا الإطار الذي وجه إلى التجريبيين والذي انتقدوا من خلاله فهو ما هي الضمانة لتعميم ما لاحظناه على كل ما يشبهه ولم نلاحظه؟ فجميعنا نعلم أن هناك الكثير من الظواهر التي لوحظت لوقت طويل من قبل الناس والعلماء وتبين لهم من خلالها حقيقة ما تبين أن بعد فترة ما لاحظوه كان مغيرا للحقيقة فلنأخذ مثلا حقيقة شكل الكرة الأرضية والأفلاك والدورة الفلكية فالملاحظة بواسطة الحواس أظهرت للبشر ولوقت طويل حقيقة مغيرة تماما للتي نعرفها اليوم فهذا المثل وغيره من الأمثلة الكثيرة تدعم هذا السؤال الناقض وهو ما هي الضمانة لتعميم ما لاحظناه على كل ما يشبهه ولم نلاحظه؟ أما هذا الإصرار على ضرورة الاعتماد الكلي على الملاحظة ولا شيء غير الملاحظة هل يمكن أن يصلنا في كل المواضيع إلى حل؟ لهذا وجه إلى التجربيين سؤالا آخر يتضمن نقدا وهو ألم تخضع العديد من الظواهر لملاحظات من أهل الاختصاص لسنوات عديدة ولم نصل فيها إلى حل؟ كمرض السرطان مثلا؟ فهذا المرض الذي وصفه ابن سينة منذ ألف سنة وقال عنه بأنه ورم يظهر في جسم الإنسان ويمكن أن يؤدي إلى موته وما من علاج أو دواء له سوى عملية جراحية لاستئصال الورم وحتى هذا الاستئصال لا يؤدي بالضرورة إلى الشفاء فبعد ألف سنة من هذا الكلام ماذا تغير؟ ألف سنة من الملاحظة والبحث والتدقيق والإحصائات وتسجيل الملاحظات وإلى آخره ماذا قدم لنا العلم في هذا الموضوع؟ فإصرار التجريبيين على الملاحظة فقط وترك كل المعارف المسبقة لم يأتي بحل في هذه الحالة أما فيما خص الكلام الذي قلل فيه التجريبيون من قيمة الفلسفة ودور العقل لكي يعولوا فقط على دور الحواس أفلم يبالغ التجريبيون في الانتقاص من قيمة العقل؟ لهذا وجه إليهم هذا السؤال كل الناس يمتلكون حواسا للملاحظة ولكن القليلون منهم يصبحون علماء أليس السبب في القدرة العقلية وليس في الملاحظة؟ فلنأخذ مثلا هنا ملاحظه نيوتون عندما اكتشف قانون الجاذبية كل ملاحظه نيوتون كان أن الأجسام تسقط إلى الأسفل فما قيمة الملاحظة هنا؟ ألم يلاحظ كل البشر بأن الأجسام تسقط إلى الأسفل؟ فإن قيمة نيوتون إذن هي في عقله وفي قدرته على الغوص في المواضيع بذهن ثاقب وفريد هنا إذن تلميح لدور العقل في البحث في الظواهر أي لمرحلة الفرضية التي سوف ندرسها فيما بعد والتي تعتمد بالدرجة الأولى على العقل القادر على استكشاف الحقائق وليس على الملاحظة وأخيرا يسأل النقاط عن الخطأ الذي يمكن أن يحصل في العلم فبرغم كل التركيز على الملاحظة إلا أن الخطأ دائما وارد وهذا ما أوضحه كثيرا أينشتين في نظريته النسبية وتكلم عنه الكثير من الفلاسفة القائلين بأن كل ما في الكون هو متغير لهذا وجه للتجريبيين السؤال التالي إذا كان القانون العلمي مجرد تعميم لوقائع تمت ملاحظاتها فمن أين يتسلل إليها الخطأ وهو أمر واقع في العلم؟ إلى هنا نكتفي بهذه الأفكار التي طعنت بالنظرية التجربية على أن ندرس في الفيديو القادم موقف العقليين الذين ركزوا على مرحلة الفرضية ودور العقل في البحث العلمي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر